أستاذ جمال البطولة هتتلعب ولا هتتأجل؟ حتى الآن مستمر هتتلعب؟ حتى الآن هتتلعب معلومة ولا حضرتك بتتوقع؟ لا دي معلومة حتى الآن هتتلعب ولكن القرار في إيد لجنة الطوارئ اللي هتعقد فيه على هامش بطولة العربية فيه قطر بعد يوم السبت هنشوف لو اللجنة ما انعقدتش يبقى أنت عندك 12 يوم فضلين الـ 12 يوم دول لو المسألة مشيت طبيعي عندك يوم 27 هتقدمي القايمة بتاعتك طالما جاء يوم 27 وقدمت القايمة هتتلعب في نفس التعقل طيب بالنسبة لكروش كاس العرب على ولا خلا تحت التقييم؟ لا كروش محتاج جلسة من اتحاد الكرة لمنقشة أسباب الأداء المتزبزب مرة فوق ومرة تحت في البطولة العربية لكن كروش خسر على فكرة في البطولة العربية ودور فينجادا؟ جمهرياً لا فينجادا ده مليش دول خالص لا أنا يعني ده ننسيت الاسم هو اللي جابه لا أنا بتكلم على دوره في الاتحاد لا ما أنا عارف أنه هو اللي جابه هو كان المستشار بتاعه وحدوتها لا أنا عارف التاريخ هو القائد ولكن الاسم أصلا أنا ننسيته من عدم وجود أي فعالية ليه في الاتحاد الكور لا ده 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 حد يعني جاي ياخد فلوس ومشي بس المفروض يبقى ليه دور؟ لا مع المنتخب الأول لا ده ليه؟ لا الجهاز الفني وفيه المفروض أنه يبقى فيه مشرف عام من اللجنة مشرف عام على الكرة من اللجنة طيب شايف مستقبل مصر إزاي بقى لو فيه منتخب وطنة غالي فيه أمم أفريقيا؟ لا أمم أفريقيا هتبقى شكلها مختلف والمنتخب مصر هيبقى شكله مختلف لأن انت مش هتشوفي مجموعة اللاعبين دي انت هتشوفي القوام الأساسي لمنتخب مصر وحتشوفي التشكيلة الرئيسية بتاعت منتخب مصر وعندك محترفين وما تنسيش عندك عمر مرموش جاي هينضم ليهم وعندك محمود تريزي جاي تمام؟ وما نخفلش اللي اتنين وعندك أكيد اللي ما اتخذوش في البطولة العربية هيتم استدعاهم أو انضمامهم في بطولة الأمم الأفريقية زي مثلا طرق حامد أنا متوقع أنه هو حينضم زي رمضام صبحي أنا متوقع أنه هو ممكن ينضم مجموعة إدراهيم عيدل مجموعة يعني مجموعة ممكن تنضم انت عندك قوام رئيسي 18 وعندك 10 تانين ممكن لعبة كتير تنضم مفيدة للمنتخب ترجمة نانسي قنقر